السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم يارب تكونوا في احسن صحة واحسن حال النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الحاتي بطريقة سهلة وبسيطة ونعرف كل اسرار وتكات الكفتة الجميلة دي ونعمل جنبيها مكارونة حمرة يلا نسمي ده ونشوف الوصفة بتاعتنا اول حاجة انا هجيب كيلو لحمة مفرومة فرامة وشين وحطيت عليه خمسة وعشرين جرام دهن هجيب بصلايا كبيرة وهبشرها ناعم كيلو اللحمة بحط عليه بصلايا واحدة بس كبيرة علشان الكفتة ما تفكش مني هجيب بقى اللحمة وحطيت عليها البصل وجبت حزمة بقدونس اخدت بس الورق وقطعته كطع صغيرة وهحط البهارات معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة صغيرة كمون ومعلقة صغيرة بهارات السبع بهارات وبهارات اللحمة وحطيت معلقة صغيرة بهارات المشاوي بتدي طعم حلو قوي وريحة للكفتة وحطيت معلقتين كبار نشا النشا علشان الكفتة ما تفكش مني وانا بصبحها وحطيت بيضة بتدي بتطر اللحمة كده بتخلي صبع الكفتة طري وجميل اهم حاجة اللي انت تقلبي كل المكونات اللي احنا حطناها دي مع بعضها تعجيني كده كويس لو انت مش قادرة تعجيني ممكن ناخد كل دوت ونضربه ضربة كمان كده في الكبه انا نسيت احط ملح هحط بقى معلقة ملح طبعا الملح ده حسب زوء اللي بيبقى كل ده كده كويس اعجيني كده كويس مع بعضه يبقى احنا حطينا البهارات بتاعتنا حطينا معلقة صغيرة بابريكا وحطينا معلقة فلفل اسود وحطينا كامون وحطينا بهارات اللحمة وحطينا السبع بهارات وحطينا بهارات المشاوي علشان بتدي ريحة حلوة طعم جميل والبقدونس هتاخذي الورق بس مش هناخد العروق هناخد الورق بس شايفين بقت نعمة ازاي هم حاجة اللي انت تجنيها كويس اخر حاجة انا احطها نص معلقة البيكين بودر علشان مفعوله مايروحش وانا بعجن اللحمة مع البهارات اخر حاجة تحطيها طبعا البيكين بودر دوت بيخلي صابع القفتة كده هاش مش مكتوم هجيب بقى الصينية اللي انا هحط فيها القفتة هجيب بقى عندي خضار هجيب بصل قطعه شرايح وطماطم قطعها شرايح وفلفل قطعه شرايح وهحطه كده في الصينية من تحت طبعا الخضار ده بيدي ريحة حلوة قوي للقفتة لما تستوي بعد كده هجيب السياخ اللي انا بحط بعمل بيها الشيش وهبدأ اللي انا اصبع عليها القفتة طبعا قبل ما بستخدم السيخ بكون بلاب المية علشان القفتة ما تلزقش عليه هاتي دهيني كده اديكي بقى بالزيت وتعملي تحطي بقى الصبع القفتة كده تصبعيها على السيخ حسب بقى اللي انت عايزة عايزة كبير عايزة صغير دي حاجة ترجعلك انت بتتكي كده على صبعي الكفتة من فوق لتحت كده بصبعي كده زي ما انت شايفه وبندهنه بالزيت علشان يبقى يدي لون كده بيلمع وهو بيستوي تلاقي الصبع الكفتة كده لونه بيلمع معكي طبعا الزيت ده بتدهني على اديكي علشان اللحمة متلزقش احنا هنحط بقى الكفتة دي هنحطها في الفرن من تحت لغاية ما تنزل بقى السوايل بتاعتها والخضار ده كمان ينزل السوايل بتاعته وبعد كده المدة رباسعة وبعد كده نحطها في النص لغاية ما تحمر اول ما الوش يحمر منقلبها على الوش التاني لغاية ما يحمر هو كمان كده شايفين دعمها رحتها خطيرة جربي بس الطريقة دي وما تقلقيش بس من البيضة ولا النشا هتعجبك ان شاء الله هعمل بقى الماكارونة حل على النار وحطيت مياه واول ما غليت حطيت معلقة ملح كبيرة وهنزل بالماكارونة اي نوع ماكارونة بتحب تعمليه اعمليه هسيب بقى كده الماكارونة السلق ما تخليهاش تستوي زيادة عن اللزوم خلي فيها مطة كده علشان يبقى ليها طعم وانتي بتاكليها كده الماكارونة بقى استويت معايا بصي عاملة ازاي هصفيها بقى واخسلها كده بالمية من الحنفية وهسيبها بقى لغاية ما ايه عمل التسبيكة بتحتي هجيب حل على النار وحطيت معلقة سمنة كبيرة وجبت بصلايا تربطها في الكبة وهحمرها في السمنة لغاية بس كده ايه تدي لون اصفر كده هنزل بالطماطم نص كيلو الماكارونة انا بحط عليه كيلو طماطم تجيبي بقى الطماطم وتغسليها وتضربيها في الخلاط وتصفيها بعد كده هجيب معلقة صلصة كبيرة بتعزز اللون بتاع الماكارونة وهجيب معلقة بابريكا برضو بتدي لون كده احمر جميل وهحط ملحة سبزوقي وهحط معلقة فلفل اسود هقلبي بقى البهرات ديت مع التسبيكة وهسيبها تسبك كده تسبكت شايفين اللونة جميل ازاي هجيب بقى الماكارونة وحط عليها بقى الصلصة وهحطها على نار يعني هادية قوي كده لغاية ايه ما الماكارونة تشرب الصلصة وتاخد طعم البصل الجميل والبهرات اللي احنا حطناها وكده الماكارونة بقى الجهزة معي شايفين اللون بتاعها جميل ازاي حلوة اوي وطعمها كمان كان جميل اوي اوي يعني صفري البصلة كده عشان البصل لما بتصفر بتدي طعم حلوة اوي للمكارونة كده بقى اللحمة الكفتة تلعت بقى من الفرن جبت فحمة ولعتها وهجيب معلقة سمنة السمنة افضل من الزيت بتدي ريحة احسن وهغطيها كده بالورق الفويل واسبها المدة عشر دقيق كده عدل ما ايه الكفتة تبقى ريحة اخذت من ريحة كده الدخن بتاع الفحم قادي الكفتة هيت بعد ما طلع طعم الصينية طبعا الخضر ده بصراحة خلى طعم الكفتة حلو قوي وبتخلى ريحتها كمان جميلة زيني كده بقى ايه طبعا المشويات بتحب الخضرة يعني بقى دونس كده تقطعيها تغذي الورق بس كده وتقطعيه وترشيه كده على الوش بتغري في بقى ايه المقارونة وبقى الفهنة وشيفها شايفين يعني وصفة تستحق اللي انت تجرى بها وان شاء الله هتعجبك ولا المقارونة شايف المقارونة اللونها احمر ازاي جميل اوي بصراحة وطعمها كمان كان احلى من شكلها كده الوصفة بتاعتنا خلصت لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك وشير وتبعالوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته